بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله قجهاده حتى آته لأقين صلوات ربي عليه وسلم فإن نسق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتذاتها وكل محتذة بدعة وكل بدعة ضلالة أعزنا الله وإياكم من الضلالة رب اشرح لصدري ويسر لأمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي إخوة الإيمان حيكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية من الضلالة 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 إن شاء الله تعالى لنكي مسلاكي أورنكي موضوعيا كمان إن شاء الله كموغد كونغرانك موغمبي وناورون دي فرنسان قننن أدو سونيقان قننن Alors إن شاء الله تعالى aujourd'hui nous allons parler ou évoquer les enseignements que nous pouvons tirer de Ashura Ashura qui est le dixième mois, le dixième jour de Muharram Muharram qui est le premier mois إجرين et إن شاء الله تعالى nous allons évoquer le départ du prophète Moussa d'Egypte et la fin du règne despotique de Pharaon Alors comme vous le savez ce mois est le premier mois du calendrier lunaire qu'on appelle Muharram et ce premier mois de Muharram correspond au nouvel an islamique donc le dixième jour de ce mois de Muharram dit le de Ashura évoque la sortie d'Egypte de Benoît Osirail donc les fils d'Israël c'est un jour où le jeûne effectivement est méritoire donc nous allons y revenir d'Ottawa comme on dit comme on dit que khaso biyoga n'en gatin Muharram son n'en kon n'ati khasan n'en ala kulli hal في الناس هو الشيطان غيره الشيطان غيره نصف معهم في الناس يريد التطور المقرق يا في الناس هو الشيطان غيره القدير موسى العبد يصير موسى والسلام ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر